السلام عليكم ورحمة الله ووسطنا اخير من تحديات الفلنتاين والي اذا خلصتهم او خلصت 13 منهم فراح تاخذ بتلباس سيزن 8 مجانا يب لو خلصت 13 تحدي من تحديات الفلنتاين اللي انا بشرحهم كل ما ينزلوا بتلباس سيزن 8 راح يكون في الجيب لذا اكد انك تخلص كل التحديات الفلنتاين بدون ما تفوت اي واحد منهم ومثل ما وعدكم بشرحهم كلهم لذا اكد انكم منشركينوا فعلي نجرس عشان ما تفوتوا ما اقطع ويا لا نشرح التحديات في البداية وأول مدى تخلص صفحة تحديات راح تشوف ثلاث تحديات فوق والباقي تحت التحديات اللي فوق واللي جمها سكنات هي تحديات البت الباس متوفرة بس اللي عندهم بيت الباس سيزن السابع ولو خلصتم فرح تفتح تطويرات لثلاث سكنات من البت الباس وعشان تخلصهم لازم تخلص تحديات الفلنتين المجانية أو السائل عشان تفتحها لازم تخلص خمس تحديات من تحديات الفلنتين أمن الثاني فلازم تخلص عشر تحديات والأخير خمسة عش تحدي يعني لازم تصبر وتنتظر باقي التحديات عشان تنزل المهم معنا ثلاث تحديات مجانية اليوم والهدايا حلوة أول تحديين خمسمية اكس بي على الواحد وتحدي ثالث لون مجاني ونبدأ بالتحدي الأول اللي معنا قم تجميع خمسة عملة ذهبية في جزر الكرياتف الجديدة التحدي هذا كثير سهل بس أنصحكم تجلوه لن في شوية مشاكل في طور الكرياتف الحين والبعض مثلي ما يقدروا يدخل لكل الجزر المهم ما عليكم بشترح لكم التحدي والمطلوب انك تدخل لطور الكرياتف وبتلاقي أربع جزر جديدة واللي باللون الأزرق ثلاثة من هذه الجزر فيها عملات ذهبية وكل جزيرة عشر عملات يعني فيه ثلاثين عملة بالمجموع والمطلوب انك تجمع خمسة عشر بس اختار اما الجزيرة اللي على اليسار او الجزيرتين اللي على اليمين هم المطلوبات ادخل للجزر وبتطلع لك علامة بدء الجيم او ستارد جيم واللي عندي مربع ابدأ الجيم وبدأ دور على العملات الذهبية بتلاقيها بسهولة بس دور واخذ لك لفات في الخريطة وبتلاقي أكيد باقي الجزر ما قدر تدخلهم لنفيه شوية مشاكل في الكرياتف الحين فأول ما يصلحوا هاللعبة بنزلكم مقطع فيه أماكن الثلاثين عملة ذهبية في اللعبة فخليكم متابعين بس نسمقتلكم الأماكن مرة سهلة يعني ادخل الجزيرة ابدأ القيم دور على العملات الذهبية مرة بتلاقيها قدامك في أي مكان التحدي الثاني تحدي بسيط كثير قم بفتح سبع صناديق ذخيرة في الموتل او في باركن الباصات صناديق الذخيرة يعني صناديق الطلقات او الرصاص ولازم تروح للموتل او لما حدت الباصات وتفتح سبع في جيم واحد او في اكثر من جيم براحتك ونبدأ بالمكان الأول هو الموتل والموجود جن بليزي على طول المكان هذا الزحمة الحين فما صحكم تروحوله المهم لو قدرت الجهنة تفتح أي صندوق رصاص تلاقي لما تفتح سبع بالمجموع وتكون خلصت التحدي او ممكن تروح للمكان الثاني اللي احساب من هذا واللي ما يجي كثير وهو باركن الباصات المكان هذا موجود بوردة تروح على طول وتلاقي فيه كثير صناديق رصاص وما بيكون صعب انك تفتح سبع المهم لو خلصت وفتحت سبع صناديق انتبه لا تطلع من الجيم لازم تنتحر او تخلص الجيم اللي انت فيه عشان يحتسب لك التحدي وتاخذ ال 500 اكس بي التحدي ثالث والاخير واللي عليه لون مجاني لازم تتصل لصاحبك الحين لانك لازم تلعب جيم دو والتحدي يقول قم بالوصول الى التوب 15 ثلاث مرات في طور الدو الحلوه انك تقدر تلعب دو فل او نوفل او تلعب مع صاحبك المهم ادخل لطور الدو وحاول توصل للتوب 15 ولو سويت كذا ثلاث مرات فانت كذا خلص التحدي ظل عايش ليم ويظل 31 في الجيم بالكثير تقريبا وعشان تضمن حاول ظل عايش ليم ويظل 15 واحد على الاقل يعني باختصار ازبن ورح تخلص التحدي بس لازم يكون في طور الدو وهذا مقطعنا اليوم لا تزال لايك لو تستفدو ونس ما عودكم راح يشرح كل التحديات ان شاء الله فيشاركوا فعلى الجرس عشان ما تفوتوا مقطع ولو حب تدعمني تدعم الشروحات تقدر تحط كود المجال السيء عندك ثلاثة حرف بس SEO لو حطت عندك انت كنت تدعم القناة والشروحات طبعا اشكرو الفيديو الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة